كنت بس ألك قبل الفصل على موقف صلاح محسن في الفترة الأخيرة من تواجده داخل نادي الأهلي ووضعه في قائمة الانتظار وفي نفس الوقت يعني اللعب يبتدي يروح يتكلم مع إدارات أندية أخرى تشوف في الوضع بالنسبة لصلاح محسن وموقفه مع نادي الأهلي لا خسارة كبيرة راح يقوله عن نادي الأهلي خسارة اه طبعا لعيب كويس والعيب جاي يتبسيها خد الفترة اللي جايه فترة كان مصاب ولما نزل كنا متقلق وإحنا كنا بنطالب إن هو يبقى موجود لا لعيب كويس على فكرة هو لعيب هيفيد النادي الأهلي لكن خسارة أن انت ترحق للوقت وما ممكن الناس بتتكلم إن هو ما كانش موجود الفترة اللي فاتت أو متقلق لكن انت بتبصره على المبلغ اللي هو أخده يا فاروق أهو ما لعيبش بيه لكن انت النهاردة مع المعيب في بعض يقولك لا موضوع دا تأخر إن هو يمشي عش انت عندك مدير فن جديد هو اللي يقول مش انت الوقت عندك كولير هو اللي يقول مدير فن كويس وعلى فكرة سوفي قوي لا هو اللي يقول هو اللي يقرر يبقى موجود أو مش موجود ويتحط على قائمة الانتظار انت الراجل لسه ما تفرجش عليه لكن أنا صلاح مؤسس لعيب جايد وهيفيدك في النادي الأهلي عنده سرعات وبيعرف يجيب جون هو الفرد الوحيد اللي عندك بس انت كنت بتلعب الفترة فاتت على الطرف فمش هيديك لكن انت النهاردة أنا رأي كواحد بيتفرج على قورة وبيحب النادي الأهلي يعني ما ما خادش مع موسيماني ما ما خادش مع موسيماني يا حبيبي ما ما مخادش مع موسيماني ما خد مع novelish ما خاد فترة في الفترة اللي هي القرار اللي بتاقي هو صلاح موسيماني طيبة لا ما هو العيب كويس وانتlama كانش العيب كويس مش كنتش جبته لو نادي الأهلي هتيجي بعد تلات اربع سنين هتمشيه هو احمد الشيخ لايعيب كويش كويس احمد الشيخ هلقه كويس جدا وما خلاص بس مين اللي بيئز نفسه يا فروع اللعيب ولا النادي. اللعيب. انا بقى لعب في النادي الاهلي. فرصة. اي لعيب اتناني. يعني انت شايف ان صلاح محسن مأزاش نفسه؟ لا مش قولت مأزنك. ولا المداربين هم اللي ازوه؟ لا فيه. العام المشترك. ممكن الجزء على اللعيب وجزء على المدير الفانين انت مكنتش بيتلعبه الفترة اللي فاتت او بتبديله. انت فاهمني؟ لكن هو كلعيب كويس لما كان بينزل كان بيتجيب جوان. في المتشاط اللي احنا كنا بنحلل معاك هنا وبنقعد مع كبتر رضا وبنقعد مع كبتر كبتر. يعني كنا بنحلله وكان كامونا كان صلاح مؤسس وكان متواجد بشكل كبير جدا. ولما كان بينزل كان عنده حلول. وبيعرف يجيب جوان. لكن هتيجي تمشيه. لا عندك مدير فني جديد. عندك مستر كولار. لا هو اللي يقول يمشي أو يقعد. انت لسه هتشوفه في المتشاط اللي جاية. لكن انت النهاردة رحيله كده. لا. في الفترة دي. انا بكلمك خسارة كبيرة لنادي الاهل. تشوف ان دي خسارة. دي وجهة نظري. طيب. هتكلمك على يعني صفقتين نادي الاهل اتجابهم. بنتكلم مع شادي حسين وميسي. رأيك في الصفقتين دول وتأثيرهم على اداء نادي الاهل السنة الجاية. دي شادي وميسي يعني اتكلمنا عليه لراس حربة. يعني لراس حربة كويس. ودي احسن صفقة محلية جاية للنادي الاهل. ميسي لعيب جاية جدا. ونتفلقت عليه. بيلعب يعني بيفكرك باللعبة المهرية الكبيرة. وعنده ثقة في نفسه وصغير في السن. اكيد هيفيدك. وانت كنت محتاج حدف زي كده. انه بيلعب لقداما يا فاروق. بيعرف يباصل قدام. بيرفع عينه. النادي الاهلي دايما بتلعب ع الضغط ان انت تكسب. بتلعب ان انت تجيب جول. فيمكن ميسي من الحد دي كويس. وعلى فكرة بيعرف يحط الفؤالات كويس قوي. وعينه كويسة جدا. وبصير بشكل كبير جدا. ومتحرك في كل الملعبة فاروق. بروسوفيو يمكن. ما نقدرش انقيه. انا ليه سألتك على الاتنين دول. لان هما انت دول تحت عينك دايما من خلال رؤيتك للدور المصري السن. لكن متوقع بروسوفيو كلاعب محترف برزيلي. بهايدي اضافة معا للنادي الاهلي. لأ عندك ميسي. وعندك اشهاد حسينة المشارجين ومكان المتعلقين مع فريطة. يعني حتى الان القصوة افتوح للنادي الاهلي. بس هل النادي الاهلي محتاج تاني؟ لأ. انا قلتلك لأ انت جايب النهاردة مصطفى يعني ميسي لها لعب كويس جدا. وبليمكر هايل. وهيقدر يعمل لك الفرق. خلاص كلا النادي الاهلي مش محتاج. انت مش محتاج. انت ما انت جبت. انت شك كنت محتاج راس عربة. جبتي شاد حسين. عندك بليمكر او بلعف نص المرعب ما انت جبت ميسي. عندك بلعطر فين. انت وجبتهم خلاص فانتقول لعبة كويسة جدا. اكيد احنا هنتفرج عليهم. اكيد النادي الاهلي بشكل كبير جدا. الفترة اللي جاية. ولو هم مش هيفدوا النادي الاهلي اكيد ما كانش جميل.